بسم الله الرحمن الرحيم الدرس التاسع بعض العناصر الالكترونية الاخرى الثيريستور يعرف الثيريستور ايضا باسم SCR وهو اختصارا ليه Silicon Controlled Rectifier الثيريستور له خصائص الموحد تماما حيث يقوم بتوصيل الطيار عندما يكون الجهد المطبق على الانود اكثر ايجابية من الجهد المطبق على الكاثود ان يكون في حالة التوصيل الامامي فقط لكن الفرق ما بينه ما بين الموحد هو انه يحتوي على طرف ثالث يسمى البوابة gate فلن يقوم الثيريستور بتوصيل الطيار مثل الموحد الا عند تحقق شرطين اولا ان يتم توصيله اماميا مع المصدر ثانيا ان يكون الجهد المطبق على البوابة اكثر ايجابية من الجهد المطبق على الكاثود ويرمز للثيريستور بالحرفين TH ويكون رمزه الالكتروني في الدوائر بهذا الشكل ويتركب من اربع قطع من مادة شبه موصلة اثنين ان تايب واثنين بي تايب وهذا الطرف هو الكاثود وهذا الطرف هو الانود وهذا الطرف هو الجيت والدائرة التالية توضح كيفية توصيل الثيريستور لاحظ انه مثل الموحد المتصل اماميا لكنه لن يقوم بالتوصيل حتى في هذه الحالة الا بعد اغلاق المفتاح S حتى تكون البوابة موجبة بالنسبة للكاثود فعند تحقق الشرطين فسوف يمر الطيار في الدائرة ويضيء المصباح وعند توصيله بمصدر AC ففي حالة ان المفتاح S مفتوح فلن تظهر اشارة الخرج وفي حالة ان المفتاح S مغلق فانه في النصف الموجب من الاشارة سيتحقق الشرطين فيصبح الثيريستور مثل سلك التوصيل فيظهر الجزء الموجب على الخرج وفي حالة النصف السالب فان الثيريستور يصبح كمفتاح مفتوح فلا يظهر الجزء السالب على الخرج ودي بعض الاشكال العملية للثيريستور الداياك الداياك عبارة عن اثنين ثيريستور متصلين بالشكل التالي ولاحظ انه يتكون من خمس طبقات P1 وN1 P2 وN2 وN3 ويكون تركيبه العملي بهذا الشكل ويرمز للداياك في الدوائر الالكترونية بهذا الرمز ودي بعض الاشكال العملية للداياك فكرة عمله تكون مقاومة عنصر الداياك كبيرة جدا اذا كان فرق الجهد بين طرفيه اقل من قيمة معينة للجهد لكن عندما يزيد فرق الجهد عن تلك القيمة فان مقاومته تقل بشكل كبير فيسمح بمرور الطيار مع ملاحظة انه يستطيع توصيل الطيار في الاتجاهين ويسمى هذا الحد لفرق الجهد البريك اوفر فولتج وعندما تهبت شدة الطيار المر فيه عن قيمة معينة تعود مقاومته الى القيمة العالية مرة اخرى ويسمى هذا الحد من شدة الطيار الهولدين كارنت وهذه القيمة في هذا المثال تساوي صفر لكنها قد تختلف من ضاياك لاخر الترياك عنصر الترياك زيه زي الثايريستر تماما فهو يقوم بتوصيل الطيار عند فتح البوابة ولكن يتميز عن الثايريستر في انه يستطيع التوصيل في الاتجاهين مثل الضاياك ويرمز للترياك في الدوائر الالكترونية بهذا الشكل وفكرة عمله اذا اردنا توصيل الطيار من A1 الى A2 بحيث يكون A1 موجب وA2 سالب فاننا نطبق جهد موجب على البوابة G واذا اردنا توصيل الطيار بالعكس يعني A1 هي اللي سالب وA2 الموجبة فاننا في تلك الحالة نطبق جهد سالب على البوابة G ودي بعض الاشكال العملية للترياك المنظم يقوم المنظم بنفس عمل موحد الزنر فهو يأخذ الجهد الغير منتظم ويعطي قيمة منتظمة للجهد في الخارج ويتميز عن الزنر في انه اكثر كفاءة يتكون هذا المنظم من ثلاث اطراف طرف الدخل والطرف المشترك وطرف الخارج وهذا هو الشكل العملي للريجيوليتور ويرمز له في الدوائر الالكترونية بهذا الرمز يعتبر المنظم هو العنصر الحديث المستخدم في تنظيم الجهد في دوائر التحويل من AC الى DC لذا فهو يوضع بعد عملية التوحيد والتنعيم والدائرة دي هي وحدة تغذية 5 فولت DC او دائرة التحويل من 220 فولت AC الى 5 فولت DC لاحظ كيفية توصيل الريجيوليتور ولاحظ ايضا انه يتم وضع مكثف عند دخل الريجيوليتور وعند خروجه وذلك لزيادة عملية التنعيم وتثبيت قيمة الجهد طبعا العناصر الكهربية والالكترونية نقدر نقول ايه بالالاف بالالاف فمش هينفع نشرحهم كلهم فلما تنزل السوق وتشتري عنصر الكتروني جديد لازم تقرأ الديتاشيت بتاعته او اليوزر مانوال بتاعه اللي بيشرح لك بيقولك ده بيتوصل ازاي في الدايرة وتدي له دخل قد ايه تدي لك خارجة قد ايه ويشتغل ازاي وكده يعني وشكرا على المتابعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة